السلام عليكم ورحمة الله ايها وراجعت لكم مرة تانية من قصة وجين ايرر ومعنا لنا عرضة شابتر توالف بعنوان زا جابسي ومن المرأة اللي الغاجرية طبعا وصل من المرأة اللي فاتت لما واحد اسمه ميستر ميسون راح عشان يزور ميستر ريشستر في البيت وكان ميستر ريشستر بالخارج كان برا بيخال الشغل يعني وقال له ان هو برا وقال لهم ان هو صديقه وجاي يزوره فدخل يستنى يعني في البيت فتولك نو سونر had Mr. Maison joined the group of guests that a servant entered to announce the arrival of an old gypsy woman who was supposed to be a skilled fortune teller يعني يدوب Mr. Maison دخل البيت وانضم للضيوف الموجودين جت واحدة من الخدم وقالت لهم ان في واحدة امرأة غاجرية اللي هم بيقوا طالع أو بتنبأوا بالمستقبل The ladies were very excited and they decided to ask her to tell their fortunes فالسيدات اللي كانوا موجودين طبعا الضيوف بتوع Mr. Richster دول تحمسوا جدا وطلبوا منهم كلهم ان هي تقرأ لهم الطالع بتاع Miss Ingram اللي هي Blanche Ingram as usual was first and spent 15 minutes alone with the old woman in the library كانت اول واحدة وقدت حوالي 15 ديئة لوحدها مع الست العجوزة ديئة في المكتبة She came back looking across رجعت وشكلها غطبان أو زعلان يعني مكشرة كده It's just childish nonsense فبتقول ده شغلة عيال مالوش لازمة يعني يعني مش هصدق الست دي في حاجة How can you all believe in that sort of thing انتو ازاي تصدقوا حاجة زيه كده هي طبعا لان الكلام ما عجبهاش يعني هي لو مش مصدقها من الاول كانت دخلت معها ليه وعدت ربع ساعة لوحدها فهي لما طلعت والكلام ما عجبهاش قالت لا 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 ده شغلة عيال ما تصدقوا انتو تصدقوا حاجة دي ازاي يعني She said picking up a book and pretending to read it وهي بتشيل كتاب كده وبتتظاهر ان هي بتقراه طبعا ده اندل على شيء فانما يدل على التوتر اللي هي كانت فيه في الوقت ده فتحاول تشغل نفسها عشان ما تبصش في عين حد او كلام من ده ده حاجة في علم النفس كده ان هو الواحد لم يقى متوتر فبيحاول ان هو يتجنب النظر في عين اللي حواليه فبيلبخ نفسه باي حاجة فشلت كتاب كده وعملت نفسها وبتقراه وهي بتقول لهم بقى وما قلبتش الصفحة فضلت بصة في الكتاب بس وخلاص فانا حسيت ان كلام المرأة الغاجرية ده كان مهم جدا بالنسبة لها اكتر بكتير من هي كانت عايزة تبين لنا يعني الكلام اثر فيها قوي بس هي طلع عايزة اتعرفنا لها ده كلام فاضي ومالوش لازم ارتع عشان ايه محدش يسألها مثلا في ايه او هي قالت لك ايه وكلام ده بعد كده تلات بنات تانين دخلوا وطلعوا هم فرحانين جدا مبسوطين من مهارات الست ديت فقول الست دي عجوزة وقزرة وقبيحة هم بيزعقوا بصوت عالي كده ومصدومين بس هي عارفة كل حاجة عننا كل حاجة والرجالة قاعدين يهدوا في الستات دول ويسكتوهم يعني الخدامة دخلت القوضة تاني Excuse me mess he said to me واحد ام ايه لها Excuse me mess بعد اذنك واحد من الخدم قصدي امطالع ايه الجين اير بعد اذنك The gypsy says there's another young single lady in the room She refuses to leave the house until she has seen All the young ladies it must be you فعلها السيدة الغاجرية دي ترفض ان هي تطلع من البيت من غير متقابل كل الستات اللي موجودين وبتقول في بنت كمان صغيرة في السن لازم اشوفها قبل ما ماشي دي اكيد انت لان كلهم دخلوا خلاص فاجت لها ايجين اير قاعدت له خلاص Oh I will go خلاص انا هروح I said gladly انا فرحانة طبعا مسور I was curious to see the gypsy انا كنت متحمسة جدا او عندي فضول ان انا قبل السيتي She was sitting in an armchair in the library murmuring words over a little black book قاعدة على كرسي بالدرعات كده ازاي كرسي الانتاري كده في المكتبة وقاعدة بتقول كلام غير مفهوم وهي مسكة كتاب اسود كده Her large black hat covered most of her face but when she lifted her head I saw her dark eyes الطائقة الكبيرة اللي كنت لابساها كانت مغطية معظم الشع بس لما رفع الدماغها لفوق كده شفت يعنيها السودة So you want me to tell your fortune she asked فبتقولها انت عايز انا اقرالك اطلع انت كمين اطلعها وست انا لازم اخذرك I don't believe in your skill انا مش مصدقة او مبطقتش جين اير طبعا اللي بتقول للمرأة الغاجرية دي بتقولها انا مبصدقش في الكلام او في المهرب بتاعتك I expect that why don't you tumble فبتقول لها السودة الغاجرية بتقول لجين اير انا متوقع حاجة زي كتا هو انت مش خايفة زيهم ليان فأطلعها I'm not cold بتقول لها ما بترتعشيش ليه اطلعها انا مش بردانة اطلعها why don't you turn pale طب انت ليه وشك مش شاحب فجين اير ردت عليها اطلعها I'm not ill انا مش عيانة عشان ابقى وشي شاحب ومش بردانة عشان ارتعش فسألتها تانية اطلعها why don't you ask me to tell your fortune فالمرأة الغاجرية دي بتقول لها ايه طب انت ما طلبتش منه اقول لك اطلع ليه اطلعها I'm not a fool انا مش حمقاء زيهم يعني the old woman laughed and started smoking a short black pipe فقعدت تضحك كده وقعدت تدخن في بايب صغير اسود كده فقعت لها ايه I can't prove that you're cold and ill and a fool she said اطلعها السودة الغاجرية بتقول لجين اير انا ممكن اثبتلك دلوقتي انك بردانة ومريضة وحمقاء listen you are cold because you're alone انت بردانة لانك لوحدك you are ill because you lack love you lack love وانت عيانة لانك تنتقص الحب نقصك حب يعني في حياتك and you're a fool because love is near you وانت حمقاء لان الحب قريب منك جدا and you won't take one step to reach it وانت مش عايزة تغذي او مش هتغذي خطوة واحدة عشان توصل الحب ده that's true of many people I said interested فقالت لها دي طبيعة الناس كلها يعني انت ما جبتش حاجة جديدة قلت لها yes but specially true of you ايوه دي حقيقة الناس كلها بس دي حقيقتك انت اكتر من الناس كلها I can't see that happiness is waiting for you if you really want it الغاجرية بتقول جين اير بتقول لها انا شايفة ان الساعة ده قريبة منك جدا او منتظرك بس انت تكوني عايزاها فعلا tell me isn't there one face you look at one person you're interested in فابتقول لها تبقليلي طيب الست الغاجرية برضو اللي بتقول جين اير في القوضة اللي ملينا ناس كويسة وانضاف دول مفيش حد في الناس دي مفيش وش انت دايما تبصيلو مفيش حد معين انت دايما مهتم بي فأردت على جين اير اطلا I hardly know the ladies and gentlemen here I answered فتقول لها انا يا دوب عرفهم يعني ما عرفش حد فيه اطلا well you surely know the master of the house well you surely know the master of the house تاكيد عرفة صاحب البيت what do you think of his relationship with his guests and with one particular guest اسكت سيكبتي smiling quickly فبتقول لها تبتعرف ايه عن علاقته بضيوفه وخصوصا واحدة من الضيوف ايه تبتسم بخبس كده اطلا they are all very friendly with each other I replied cautiously فبتقول لها كلهم علاقتهم كويسة ببعضين the gypsy seemed to know a lot about thornfield كان شكلها اعرف حاجات كتير اوية عن thornfield friendly فبتقول لها وديدين I would say more than that لا انا اقولك اكتر من كده بها in fact فالواقع i go so far as to mention the name of blanche ingram and the word marriage فبتقول لها انا هذكر لك اكتر من كده اجيب لك الاسم كمان بلانش انجرام وكلمة جواز نوما يجوزوا بعضين they will obviously be an extremely happy couple although i told miss ingram something about the rochester property which made her look quite depressed فبتقول لها هيبقوا ثنائي رائع جدا وعلى رغم من ذلك انا قلت الميس انجرام ديت حاجة عن ممتلكات mr rochester او عالية mr rochester خلتها محبطة جدا if a wealthier gentleman comes along mr rochester might lose his beautiful pride لو واحد اغنى شوية من mr rochester mr rochester هيخصر عرصت الجبيل but i came to hear about my future not mr rochester's فجين اربطوا لها طب انا جيت لعشان اسمع مستقبلي مش مستقبل mr rochester هتلاقي advance on whether you're going to stretch out your hand for happiness فتلا والله اذا بيعتمد مستقبلك يعتمد هل انت هتمدي ايدك للسعادة ولا لا let me look at your face خلينا بصي فوشك كده فبصت فوشي جين اير شوية فابتقول لها your eyes and your mouth show that show me that feelings are important to you بتقول لها عينك وبقق بيقولوا ان الحاسيس والمشاعر مهمة جدا بالنسبالك but your forehead shows me that common sense is your main guiding life بس جابهتك بتقول لي ان المنطق هو المحرك الاساسي لك في الحياة don't do anything wrong or shameful انت عمرك ما تعمل حاجة غلط او مخزية فاجين ارادت عليها ايطلا well i respect that حاجة كويسة i don't want sacrifice or sorrow in my life انا مش عايز لا تضحيات ولا ندم في حياتي تعدت عليها ايطلا i want but that will do i'd like to stay here looking at you forever but i must stop acting now فابدو الله انا ممكن اعود هنا بصلك للابد بس انا لازم ابطل تمثيل دلوقتي was i dreaming what was happening او دا حلم هو ما فيه ابل الظبت اللي بيحصل the old woman's voice had changed and became becomes become as familiar to me as my own صوت الست العروجة دي فاجئة اتغير وبقى زي صوتي بالظبت well jane do you know me asked the familiar voice فقولها طب يا jane تعرفاني and struggling with the old clothes mr register stepped out of his disguise او disguise ايسف فبتقولها وصراعة مع الملابس القديمة اللي انا لابسها دي mr register لازم يطلع بره التمويه اللي هو عمله او بره الخداع اللي هو عمله ده sir you have been talking nonsense to make me talk nonsense it's hardly fair فبتقوله سيدي you have been taking talking nonsense to make me talk nonsense it's hardly fair فبتقوله الصوت اتغير تقريبا بقى صوت زي صوت mr register بالظبت او لا لا ما علش يا جمان اقسف ده هو الست العروجة دي فالاخر هتطلع mr register نفسه هو اللي عمل التمويه هو اللي عمل الكلام من ده والعباء اللي هو لابسها او الهدوم اللي كان لابسها الغريبة ديت وطلع mr register هو اللي بيكلم فبتقوله sir you have been talking nonsense to make me talk nonsense it's hardly fair فبتقوله انت كده بتقول كلام مالوش لازمة او كلام غير واقعية عشان تخليني انا كمان اقول حاجات غير واقعية خلاص كده خلصاني واحدة بواحدة do you forgive me jane فبقوله انت مسامحان يا جين i shall try to sir but you shouldn't have done it قلت له انا هحاول ان انا سامحك بس انت مكنش لازم تعمل كده what are my guest's doing jane فبقوله لها ضيوف بتوعب يعمله ايجين فبتقوله discussing the gypsy i imagine اكيد يعني عادين بيتكلمه على الستة الغريبية دي oh and did you want that a stranger has arrived to see you طب كنت تعرفي اني في واحد غريب جاي عشان يشوفك فقيت له a stranger i wasn't expecting anyone who can it be قيت له لا مش مستنية حد خالص ده مين ده ده هو اللي بيقولها معلش فبتقوله his name is mason sir and he comes from the west indies اسمه mason وجاي من west indies the smile froze on mr rochester's lips and his face went white اللي ابتسامة تجمدت على وشه ووشه شاحب فجأة كده mason the west indies he repeated three times قاعد يقولها ثلاث مرات وربعة لكده do you feel well sir انت تعبان ولا حقا يا اسكد وارد وانا قال انا jane help me he murmured almost falling الله سعديني يا jane وهو بيقوله هو طيبا حقا من طوله i helped him to sit down and sat with him سعدت ان هو يعد واعدت معاه he took my hand and rubbed it gently مسك ايده واعد يفوق فيها بهدوء كده او بنعمة او بلطف i wish you were on an island with you and nobody else with no trouble or danger or terrible memories to make me suffer فبقولها انا نفسي اكون انا وانتي على جزيرة لوحدنا مفيش حد تاني بعيد عن اي مشاكل او خطر او ذكريات مؤلمة ممكن تخلينا عني فقيت له how can i help you sir طب سعدك ازاي i would give my life to help you انا اوهبك بحياتي بس عشان اسعدك الله جاني if i need help i'll ask you i promise لو احتاجت مساعدة هطلب منك انا باعدك get me a glass of wine now اديني كباية نبيز دلوقتي i fetched one from the dining room and gave it to him فطلعت ازازة بسرعة من حجرة الطعام والدتاله he looked less pale but very sturdy كان شكله ما عادش شاحب زي الاول هدى شوية بس كان برضو ملمحه حدة شوية if all these fine guests of mine came and spat at me what would you do spat at me فقولها لو كل الناس اللي جاية ديت جت وبسقط في وشي هتعمل ايه ضيوف اللي عندي دون turn them out of the house sir if i could فقيت له هتردهم كلهم من البيت but if they only looked at me call me and whispered behind their hands about me and then left me one by one فقولها طيب لو كلهم بصوا علي كده ببرود وقعدوا يتهمسوا وما حطوني ايدهم على وقوم كده عشان ما شوفهمش وبعد كده سابوني واحد واحد هتعمل ايه قيت له i would stay with you there to comfort you قيت له هارد معاك عشان اريحك and if the whole world disapproved of me would you still stay with me طيب لو كل العالم تخلى عني هتفضلي معايا قيت له if you deserved my friendship as i'm sure you do i wouldn't care about other people's disapproval قيت له لو انت تستحق صدقتي زي مانا شايفة انك تستحقها فعلا انا مش ههتم بالعالم كله او مش ههتم ببيت الناس thank you jane now go and ask mr mason to come and see me الله شكرا jane دل رأتي ممكن تطلعي وتطلبي من mr mason ده يدخلي قابل so i did فعملت زي ما هو قال لي and leaving the two men in the library went to bed وسبت الاثنين عادين في المكتبة وطلعت دخلت نمت much later i heard him showing mr mason to his bedroom and was glad that mr rochester sounded so cheerful بعدها بفترة سمعت mr rochester وهو بيوري mr mason قطوا الاينام فيها وكنت سعيدة جدا لما انا لقيت صوته cheerful صوته مبتهج يعني معادش زعلان او مكتئب زي الاول وكده خلص اه الشابتر بتاعنا وانتظرونا ان شاء الله بحس المرة القادمة ان شاء الله في اه شابتر سيرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى